يوم رح نحكي على موضوع الـ Preoperative Care ربعاً محاضرة الـ Preoperative Care هي صراحة من المحاضرات اللي قد تعتبر إلى حد ما boring بس إحنا نحاول لأنه هو ليش تكون boring عادة لطلاب لأنه شوية level مالتها هي يعني هو level أعلى من level اللي ياخده صف ثالث المفروض يعني بيها هواي شغلات تعتمد على knowledge of medicine تعتمد على أنه هو واحد يعني قاري internal medicine أنه هو واحد يعني شوية experienced in such topics بس إحنا اليوم لما رح نتناقش في هاي الليكتشر رح نحاول أنه نستفاد من يعني من معرفة الـ Preoperative Care of the Patient نحاول أنه نستفاد من الـ General Rules نخلي نفسنا في General Guidelines من الممكن أنه نمشي عليها حتى نعرف أنه هذا الـ Patient إحنا شون رح نتعامل وياه قبل ما يفوت للعملية نسيح؟ طبعا موضوع الـ Preoperative Care هسا يعني نحكي كـ Science هسا نسيح؟ الـ Preoperative Care هو من الأشياء اللي كلش مهمة لأنه كل الأحداث اللي قد تصير بالعملية وقد تصير بعد العملية تعتمد على الـ Good Preoperative Care أو الـ Good Preoperative Assessment of the Patient يعني أنا المفروض أعرف أنه هذا المريض أقدر أسوي للعملية لو ما أقدر أسوي للعملية أعرف هذا المريض عنده مشاكل صحية تطلب أنه أنا يعني أستخدم في الطرق معينة بالعناية بهذا المريض لا لا هل عنده يأخذ أدوية؟ لا لا عنده أمراض مزمنة؟ لا لا أمسوي عمليات سابقة؟ لا لا فإذن موضوع كلش مهم لأنه دائماً الأخطاء اللي تصير نتيجة للتخدير هي تكون من إهمال أو من عدم معرفة Good Preoperative History وعدم يعني خلي نقول معرفة الطبيب بالـ Examination المضبوط لهذا الـ Patient وبالتالي هذا رح يعني يؤدي إلى Loop Holes فمن الممكن أنه تصير أخطاء مزيلا؟ ولذلك السبب أولاً Preoperative Care احنا نعرف أنه Stress of Major Surgery رح يزيد الأكسجن دماغ تقريباً by 40% وهي واحدة من المعلومات العامة يعني بين قاسين شنو؟ يعني احنا بالنسبة أن لمن ده نسوي Operation بس ده نفتح الـ Skin وده نبدي بالـ Operation أحنا دخلنا الـ Patient بمرحلة الـ Metabolic Response to Injury هاي المرحلة اللي هي الـ Metabolic Response to Injury مثل ما عرفنا بيها بالمحاضرات السابقة فإنه أكو Fet-Cyto-Cyto-Release related inflammatory changes أكو Endocrine responses أكو Hypercoagulability ده تصير عند المريض الـ Bodily Fluids أو الـ Volumes الـ Intravascular Volumes ده تبدي تتغير أو الـ Fluid of the Body ده يبدي يتغير يصير shifting ما بين الـ Intravascular والـ Interstitial والـ Other Compartments فبالتالي وهي العملية يعني يطول كم يوم يلا الـ Patient يرجع إلى الحالة الطبيعية إذا ما طولت كم أسبوع لذلك السبب إحنا الـ Purpose of the Preoperative Planning أو الـ Preoperative Assessment هو أنه يبريفنت المشاكل اللي قد تصير نتيجة لهذا الـ Response إذن أولاً إحنا نحتاج شنو لمن أنا داريد أقيم المريض قبل العملية أحتاج إلى Good History مليار بالمئة أحتاج إلى أنه أنا أسوي إلى Examination كامل Including General Examination وكل السيستمات وإضافة إلى Specific Site Examination أحتاج أنه الـ Patient أسوي إلى Investigations وسنعرف يا مريضاني أدز على X-ray يا مريضاني أدز على ECG هل كلهم أدزهم مثلاً على مال سكر هل كلهم أدزهم على Renal Function هس راح نيجي نشوف إذن الـ Preoperative Plan I optimize the blood sugar قبل ما أفوت العملية عند ضغط I optimize the blood pressure قبل ما أفوت العملية طبعاً بيها أرقام معينة سرح نيجي ناغل وإضافة إلى ذلك أنا لمن أجي أختار العملية أختار العملية اللي يعني حصل من هال maximum benefit بس بنفس الوقت minimal risk ولذلك السبب حسناً بالعالم كله لتتطور المنمالي invasive techniques بشكل مخيف مزيلاً مو فقط بالجراحة العامة باللابروسكوبك يعني خاينقول surgery دي ده تصير ك منمالي invasive لا وطبعاً لابروسكوبك surgery لا تخلو من مخاطط لأنه لمن دين اخون البطن ويسأونه مو بيروتينيوم بحد ذاتها هالشي يعني أكو مرضى ما يقدروا يتحملون النومو بيروتينيوم الـ open بالنسبة لهم يعتبر أحسن لقصد مو فقط بالمجال general surgery بكل المجالات مزيلاً بكل المجالات بال يعني قبل كانوا يسوون ACL مثلاً بالني يسوون ACL repair open يفتحون الركبة كلها هسا صار arthroscopic صار لفترة طويلة جداً arthroscopic قبل كانوا لمن دي دون يسوون spine يعني خلنقول يعني discectomy يسوون open هسا لا هسا أكو tubular مثلاً اطورت بعد أكثر صار أكون endoscopic spine surgery وهكذا الأشياء تتطور بشكل يعني مو طبيعي بحيث أنه إحنا هسا نقدر نسوي براغي بالـ spine ونقدر نبدل disc ونقدر كل شي نسوي in a minimally invasive technique زين فبالتالي لازم نعرف أنه إحنا we offer the patients minimal risk operation with اللي ممكن نحصل منها maximum benefit زين يعني طبعاً مو كل الكيس هذا أكبر أختار هي جي خيارة and we anticipate and plan for adverse events يعني أنا أعرف هذا الpatient دي أخذ steroids مثلاً أو هذا الpatient عنده آزمة أو هذا الpatient عنده سكر أو هذا الpatient كذا فأني أعرف أنه راح مثلاً يرتفع عنده السكر post-operatively لأنه دي يصير أكو metabolic response أو راح يصير عندك كذا شغلة كذا شغلة كذا أو إذا هو أنيمك اعتمال راح بسبب البلودلوس تزداد الأنيميا تبع أكثر الـ HB ينزل أكثر فأني لازم أعرف شنو الـ adverse effect وإي plan for it and I anticipate it أتوقع بإضافتين إلى ذلك adequate hydration والأدكو nutrition زين والأكسرسيز ها كلها advised فإذا نجي على أول بارت طبعاً مثل ما حجي الهيستري تيكين الهيستري تيكين هو بارت جداً مهم أنه لازم نسأل سكريني قوشي بالبداية للعملية والفتنس للأناستيز زين بيشن أي مرض مزمن عنده البيشن أي مرض ريسن عنده كلها حتى أنه نسألة للبيشن هل أنت صار عندك مثلاً انفلوانزا صار عندك التهاب بالقصبات صار عندك التهاب بالرأة سابقاً خلال صدرك من التب خلال هاي الأيام لأنه تأثر على الأناستيز يعني إحنا دائماً من الأسئلة المهمة المهمة جداً هو الريسن جست هاي من مثلاً هنقول من الناس يعتقدون أنهم يسئلون بس على الأمراض المزمنة لا حتى الأمراض الريسن زين أشوف البيشن هو بشكل عام شوان عايش حياته لا يقدر أنه يصعد ينزل يبدل يطلع للشغل لا زين مثلاً المهمة جداً after major surgery نزيل ف inability to achieve يعني المتابوليك اكوفلانس هاي واحدة من الأشياء patient history السابق للعمليات مالته يعني مثلاً المريض اجي مسوي عمليات قبل ولا هذا السؤال احنا دائماً نزيل بس هو شنو الفائدة منه الفائدة منه أنه أنا لمن المريض مسوي عملية أولاً رح أعرف هو ليش مسوي عملية هل مسوي عملية عادية جداً وكل الناس ممكن أنه تتعرض لها وتسوي مثلاً فتق هيرنيا مثلاً أو مسوي مثلاً laproscopic colisistectomy أو مسوي appendix أو شائل أو هاي العمليات الاعتيادية أو هاي بمسوي عملية لا والله فتق عملية specific زيان يعني مثلاً خلينا نقول مبدل فتجوينت أو مثلاً شائل تيومر من الباول مثلاً أو مسوي open heart surgery تبديل صمام أو كذا أو كذا إلى آخره من التفاصيل فإذن رح أعرف pathology of the patient نقطة الثانية اللي يفيدنا به هذا السؤال هو أنه من أجي آني الpatient خلال العملية خلال العملية هل صارت عنده أي مضاعفات من انطوه تخدير هذه المرة لو لا حتى أنا أجينا مثلاً على زي المثال occupations ينطوهم مثلاً sexomethoniom حتى بيثولهم intubation sexomethoniom يشوفون أنه ماذا يستجابون يعني راح يصير عدهم sexomethoniom apnea يعني ما راح يرجع التنفس مالتهم مزيد ورما بي reverse الأنستيزيا أوكي فلذلك يضطرون أنه يبقون نوتيوب فترة طويلة أو ما يطلعون نوتيوب أو كذا إلى آخر بالتالي هاي شون أنا أعرفها أعرفها من العمليات السعبة لما يقول لي المريض أنه أنا طولت أو أنا صار عندي كذا والطبيب قال لي كذا قال لي مثلاً أنه أنت أدوة التخدير سويت لك تحسس مثلاً أو أدوة التخدير سويت لك قل نقول يعني توقف بالتنفس فترة طويلة وبعدين يلا رجعت هاي كلها أشياء أنا لازم أخليها بال من الفاست هستري والفاست هستري زين زين الفاميلي هستري بالنسبة أنه مهم طبعاً مهم يعني طبعاً نرجع على السؤال اللي هو ما غنقول ما لأنه العمليات السابقة تفيدنا أيضاً البلوت لوس اللي صار هل يحتاج دم لو ما حتاج دم مزي يدخل بهذا الموضوع الفاميلي هستري الفاميلي هستري يفيدنا بهواء أشياء أولاً هل البيشنط عنده أمراض مزمنة من الممكن تكون ترانز ام فاميليز لو لا هل البيشنط عنده أمراض كواجيلوباثيز قد تكون عنده أمراض تخثرية بالدم أو أمراض سيولة بالدم أو إلى آخره من هاي الأشياء اللي طبعاً قد تكون انهارتت مزي واترانز ام فاميليز يعرفون بها المرضى فهذا هذاني السؤالين كلش مهمات أوكي السؤال الثالث أو طبعاً كل البرتات الهيستيه هو مهم هو الالكوهوليكس يعني الانستيزيا مالتهم تصير أصعب من النون الالكوهوليكس أو اللي ياخدون المخدرات الانستيزيا مالتهم تصير أصعب ليش؟ أولاً ما رح يأثر علي الانستي كميكيش فيحتاج لها دوز أعلى أولاً ثانياً ما للانستيزيا مالتهم رح تكون أصعب بهواء أوكي لأنه هو ماخد دوز أعلى من الانستيزيا أوكي البيشنس اللي يكونون متعودين على أنه ياخدون نقوم إحنا لما ننطيهم باين ميديكيشن ما رح يأثر عليهم يعني وبالتالي الصعب على طبيب التخدير أنه يسيطر على الألم بقلي يفر باست فهيقول هاي أشياء نخليها فترة صار عنده مشاكل لولا بيشنس عنده حساسيات بشكل عام لولا عنده تحسس من دواء معين لولا ياخذ أدوية لولا أوكي هاي كلها أسئلة مفصلية ومهمة ليش لأنه لما نياخذ أدوية معينة ممكن إنترفير بإنستيزيا أكو أدوية ما يصير يقطعها أكو أدوية لازم يقطعها مزيلا أكو أدوية تأثر على البليدنج وعلى الcoagulation profile مالت كأدوية تأثر على هو اللي ياخذها أدوية anti-epileptic مزيلا ياخذ anti-arithmic هاي كلها تأثر فلازم أن يعرف الأدوية اللي ياخذها لازم أن يعرف إذا كان عنده حساسيات من دواء معين لولا أو حساسيات من أي شي لازم أن يعرف family history مالت social history مالت لازم أن يعرف past medical history مالت إذا عنده أي أمراض مزمنة diabetic asthmatic عنده أردمية عنده مشاكل بالقلب عنده مشاكل بالكبد عنده مشاكل بالكيدنيز إلى آخر لازم أخذ منه detailed past surgical history including history of any blood transfusion عند المريض مزيلا كلها لازم أن يخليها bun أو يعني يخليها بالي من آني إذا أحكي بالفيش any recent illnesses عند المريض فكلها هاي تعتبر أسئلة مفصلية لما نيجي على key topics in the past medical history cardiovascular يعني هالصار عنده مثلا MI أو angina ischemic heart disease بشكل عام عنده ضغط لولا عنده heart failure dysrhythmias peripheral vascular diseases DVT صار عنده سابقا pulmonary embolism إلى آخر respiratory system هل عنده آزمة هل أكو recent respiratory infection عنده سل متشخص بسل سابقا ما قد دوه عنده COPD طبعا هاي COPD يعني هالأشياء كلها رح تاخدوها إن شاء الله بشاطران patient عنده قرحة peptic ulcer disease عنده جيرد الجيرد يأثر لين الجيرد اللي هو اللي ارجع المريئي مزين يأثر ممكن أنه يرجع ويدخل بالتريكيو وبالتالي يسوينا aspiration pneumonia مزين فلازم أنه نعرف شو نتعامل عنده liver disease عنده UTI renal failure renal dysfunction بشكل عام عنده صراع يأخذ أدوية مع الصراع صار عنده جلطة دماغية سابقا لا سمح الله عنده أي psychiatric disorder وهو واي يعني مريض مثلا يأخذ antidepressant هذا لازم يتعامل معاملة خاصة مريض يأخذ antipsychotic أو يأخذ lithium والbipolar disease هذا لازم يتعامل معاملة خاصة مزين patient diabetic patient عنده a thyroid problem لأنه patient اللي عنده hyperthyroidism وعني دع فوته ممكن يصبح hyperthyroid أو thyroid storm مزين patient hypothyroidism ممكن أنه يدخل بمكسديمتس كوما مثلا patient عنده فيه chromocytoma اللي هو قد يصير عنده severe severe hypertension وتachycardia نتيجة لأنه هذا tumor يفرز adrenalin بشكل مخيف زين patient عنده porphyria اللي راح يصير يعني it's a blood disorder it's a rare blood disorder راح يكون عنده هواية أدوية تتعرض ويا porphyria يعني هواية أدوية ممكن أنه exacerbate this thing عنده سكر عنده زين حتى musculoskeletal system لازم نسأل عليه مثلا rheumatoid arthritis على سبيل أو osteoarthritis راح نحتي ليش rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis لأنه صراحة بنقلة المريض مرات rheumatoid arthritis يصير يعني بالأتلنتو أكسيال جوينت بشكل عام rheumatoid arthritis يسبب instability of the cervical spine فالمريض من الممكن أنه حتى له ما دي يسوي عملية مع cervical spine أو مع spine يسوي أي عملية بالنقلة بالفر بالراس بالشيالة بالحطة بالrolling of the patient ممكن أنه يتأثر وممكن أنه هذا تسوي عند الpatient spinal cord injury وممكن ينتهي يعني paralysis لازم فلازم أني أخلي بالي هذا الشي مزين الpatient صار عند hepatitis سابق TB A malignancy Allergies A previous surgery طبعا A problems encountered Family history of problems وبانستيس كل هاي التفاصيل إضافة إلى تفاصيل الhistory الhistory لازم يتكمل بgood examination زين الexamination قد يكون general examination وsurgery related examination general examination كل السystems أتحق generally for anemia for jaundice for cyanosis مثل ما تتفاصل بالgeneral examination of the patient زين القيس الSC يعني الSPO2 ما التي عن طريقة oxygen saturation gastrointestinal أفحص الabdomen أي abdominal mass أي hernias أسمع الbowel sounds اشوف any scars سابق عنده للمريض لو هل هو neurological system افحص consciousness مالتي cognitive function الوال patient واعي لو هل هو patient يعني abnormal زين افحص muscle power افحص كل التفاصيل الreflexes اللي بعدين رح تاخدوها ان شاء الله كلها بصف رابع الفحص وكل التفاصيل مالتي واسوي بالنهاية ال airway assessment اللي حتى اني اعرف انه لمن داريت ادخل ال tube للمريض عن طريق فالدسكور رح ننسميه الملمباتي سكور رح نيجي عليها بنهاية اللكتور فإذن الexamination general examination واكو surgery related اللي هو type والsite of surgery وشنو يعني الpathology اللي موجودة زين ومثل ما قلنا in general نفحص for any comorbidities زين وspecific for the positioning مثلا for the suitability for positioning during surgery زين فإذن الexamination يكون general يكون surgery related طبعا بالجنرال positive findings even if not related to the يعني خلنقول a proposed procedure should be explored further يعني مثلا الpatient دا سوي لها عملية خلنقول whatever يعني دا سوي لها مثلا hernia repair hernia repair ما لها علاقة بالجوندس مثلا زين ما لها علاقة بالساينوس فبالتالي مثلا لازم يعني خلي بالي انه لما نشوف عند الpatient جوندس لا انا في هذه الحالة I should further investigate اريد اعرف شنو سبب جوندس يعني لازم الpatient ما نقول ننخلى نخل حتى نعرف السبب او نعرف اي abnormality عنده قبل المفهود العمل فايدا نجي على الinvestigation احنا شنو الinvestigation اللي من الممكن انه ندز المريض عليها اولا الCBC الCBC احنا ندزها بكل المرضى it's needed for major operations بالألدر بالpatients اللي عندهم انيميا بالpatients اللي عندهم chronic diseases بشكل عام الpatient اكو بعض المرضى انه انشك عندهم sickle cell او طبعا sickling crisis اصير بالعمليات ليش لان sickle cell disease بشكل عام sickling crisis sickling crisis ده تيجي من الhypoxia والacidosis والmetabolic response to injury اللي ها كلها ممكن انه يتعرض والhypovolemia كل ها ممكن ان يتعرض لها المريض بالعملية فه ممكن انه يصير sickling crisis ففي حالة انه المريض شنو في حالة ان المريض شكينا sickle cell على العموم القصد من هذا الحاج انه انه cbc لا يندسب كل الكيسات زين يعني ما بيفد specific indication يعني لازم كل المرضى اسأولهم cbc اليوريا والالكترولايات اليوريا والالكترولايات همين they are needed before all major operations اغلب الناس اللي هم فوق الكرياتين والالكترولايات المفروض تندز قبل كل الماجر operations زين طبعا لما نقول major operations هي major operations يعني العملية يعني مثلا نقول patient اني انفوت على مدرفع مال plate مثلا اني سوي ليوريو الاكترولايات ما يحتاج زين عادة major operations مثلا patient ليسول collectomy ليسول thyrodectomy زين patient ليسول open heart surgery patient ليسول spine surgery patient ليسول knee replacement joint replacement يعني arthroplast هاي الاشياء اللي يتعتبر ميجر زين l-e-c-g l-e-c-g ما أدس كل المرضى عاليا ما يحتاج يعني اجي patient 30 سنة 40 سنة ما أدس l-e-c-g l-e-c-g اندس بالpatients اللي هما اكثر 65 سنة او اذا عد patient يعني اي غنقول symptomatology of cardiovascular يعني مثلا patient غنقول عنده cardiovascular illness patient عنده renal illness لأنه kidney والelectrolytes من سرعة كوعدنا renal failure مثلا hyperkalemia hypokalemia هذين الاشياء كلها تطلع بال-e-c-g patient cerebral vascular disease لأنه احتمال patient عنده يعني كان معاملة معاملة cardiovascular disease لأنه ليش دي صر cerebral vascular disease نسيجة الاشياء اللي هي انصداد بالشرائي قد يتصير ايضا بالهارد نزيل patient اللي with history of diabetes في بعض الحالات من الممكن ايضا انه يندزون على ECG يعني مثل ما قلنا انه it depends on the surgery whether it's minor whether it's intermediate whether it's major الاشياء عنده مشاكل بالرأة عنده مشاكل بالهارد عنده مشاكل بالكيدني هاي الاشياء احنا عادة تندز على ECG otherwise اذا الاشياء healthy كل شي ما عنده ECG يندز فقط بالمرضى اللي هم فوق ال65 سنة اكبر الكتب بتقول انه فوق ال50 years كل كتاب يختلف HS x-ray HS x-ray هل اندز قبل كل المرضى اهم انه سؤال مهم طبعا B هو risk of radiation exposure و it's cost يعتبر لذلك السبب لانه cost و لانه high cost effectiveness كل مهم احنا نعتبر لذلك السبب لازم نخلي بانه انه مو كل المرضى احنا نندز هم على يعني على HS x-ray patient عند respiratory disease سابقا cancer على سبيل TB نقول patient is a heavy smoker patient over 45 50 years of age ممكن انه اندزهم على chest radiographs clotting screen بس اذا patient عند bleeding diathesis او عند liver disease او اخذ ادوية من الممكن انه تأثر او اكي عند liver disease لان راح يأثر على coagulation profile عند family history of bleeding disorders الpatients اصلا اخذ ادوية antithrombotic أو anticoagulant medication فهنا اندزها طبعا على clotting screen urinalysis dipstick should be performed on all patients ليش لانو احنا we want to detect that chan a ou lycos urea or whatever zain ou bilioria should be asked sensitively about pregnancy status can she be pregnant lola واذا in doubt اهن انا بها الحالة احنا راح يعني اندز على pregnancy test اللي هو beta scg levels مزين اللي هو lab test او ممكن انه اذا كان اكو reliable pregnancy kit اللي هو low cost اللي هو mal يورن فمن الممكن انه من سي افتر طبعا obtaining the concept of the patient مزين ليش لانه في حالة انه جانت pregnant الادوية والانستيزية راح تتغير لان اكو ادوية والانستيزية اوكي من الممكن ان ننتيها بالpragnancy واكو ادوية والانستيزية لا ما نقدر ننتيها بالpragnancy مزين تنخلي تنخلي هذا الشي بان البلد glukose وال HPA1C طبعا انا اذا الpatient عند diabetes لازم اعرف control مال لازم اسوي لك control صحيح control صحيح يكون على يعني اساس ال HPA1C وعلى اساس البلد glukose مال زين ف بالحقيقة ال HPA1C هو الشي الكل مهم ليش لانه it tells us اذا يعني يعكسنا اللي هو نسمي التراكمي يعكسنا التراكمي لهذا المريض خلال الثلاثة اشهر الماضي مزين فلذلك السبب احنا اذا نريد نعرف control ممكن البلد glukose بشكل عام بس اذا نريد نعرف control على الثلاثة اشهر الماضية لا طبعا نحتاج ال HPA1C مزين لانه احنا لازم نسوي لل patient فالدبلان خاصة يعني دابتك patient من عام لمعاملة المريض الاعتيادي مزين لانه هواي من الممكن انه تصير بال ممكن تأثر على ال بلود شوغر مزين ال arterial blood gas ما نحتاج اندز بس بال patient اللي عند renal disease او يعني respiratory disease اللي هما حتى نعرف ال arterial blood gases بعد ان شاء الله راح تاخدوها يعني بصفر هذا liver function tests اذا كان patient عند jaundice او hepatitis او cirrhosis او patient عند poor nutritional status فبهذه الحالة من الممكن اندز على liver function test طبعا احنا اذا نجي للواقع بالمستشفيات الحكومية مو كل يعني مستشفيات الحكومية تمشي بيها الامور بطريقة ما بيها اي protocol بالمستشفيات الاهلية طبعا it depends on the surgeon or it depends on the anesthetist بس اغلب المخدرين هس الطبعة التقدير يعني يعني يديزون على كل شي لانه هو المشاكل بس بالتالي يديزون على كل شي يديزون كل patient على chest x-ray يديزون على liver function test يديزون على renal function test يديزون على clotting profile يديزون على cv كل شي حتى يكون عدهم blood sugar كل شي حتى يكون عدهم assessment للمريض الافضل انه نحن ندز على blood sugar HPA1C حتى للمريض اللي يقول انا ما عندي سكر لانو شمدري هو ما عندي سكر diabetes is a silent disease مزي نخلي هذا شي بان مزي اوكي اذا نحكي على cardiovascular disease يعني patients اللي مثلا عدهم ischemic heart disease او coronary diseases بشكل عام اهنان احنا لازم قبل مفوضة العملية سوي stress test انا يشوف وراح يتحمل stress لو ما رح يتحمل stress ECG مثلا او stress echocardiogram او حتى myocardial scintigraphy بعدين راح تاخده بصفة هزين هذني test they have a high negative predictive value but a relatively low positive predictive value يعني مثلا الpatient اذا يعني شون قصنا بhigh negative predictive value يعني لما يكون هو مسوي stress test وطلع اوكي امورة negative test ما عدا فهد شي صار اذا هذا الpatient راح يتحمل العملية ما عدنا مشكلة اذا الpatient طلع لا والله بال stress test عنده فهد مشكلة يعني positive مو معنى بالضرورة انه راح تصر مشاكل بالعملية نزين هذا قصدنا انه it's negative يعني high negative predictive value with relatively low positive predictive value نزين so if the tests are negative the patient is unlikely to have ischemic heart disease conversely if it's positive the chances of the patient actually having IHD ischemic heart disease is not necessarily very high نزين بسطبع نحتاج الى investigations اللي هو الcoronary انجيو عادة شوقت المريض نزل على specialist أو على cardiologist طبعا اكيد لما نسمع مرمر لازم يعني معنى خلال fed valve معين زين فبالتالي لازم نزل طبي أو الpatient عنده يعني he's known to have poor المريض عنده heart failure signs للمختص طبي القلبية patient نسوي الى ECG انا الاحظ انه عنده ischemic changes حتى الى patient not symptomatic لان silent ischemic silent am I كل frequent خصوصا بال elderly بال women وبال diabetic patients اللي ما يحسون هذولي بال am I الى حد ما يعني يعني مو كل الوومن ما يحسون بال am I مثلا اكثر بال diabetic اكثر بال elder فبعدين راح تاخدو هاي الحاج بصدقها ان شاء الله اذا مثلا بال ECG مو عنده schemic changes وانا بال ECG مثلا عنده orthمية او heart block هذا لازم ايضا ادز على specialist cardiologist مزين مريض عنده ضغط شو نتعامل مفروض ننزل ضغطا طبعا هنا يقول انه prior to elective surgery blood pressure should be controlled 160 على 100 mm ونحتاج انه اتليست لما نروح نسوي لأساسمنت احنا اذا اي جراح يدز المريض قبل ما يشتغل يدز على طبيب بطنية يقول سوي لي fitness وصراحة هاي مختصاص شغل الطباء البطنية اختصاص شغل الطباء تغذية بس ولي هما المفروض يدزون على طباء البطنية بس يعني still يدز على طبيب بطنية في الطبيب بطنية اكيد راح يفاصل ضغط وكل التفاصيل فهنا انا مثلا patient شاف عندها hypertension فهنا انا لازم يبديل على anti-hypertensive drugs حتى ينزل الضغط مالتي anti-hypertensive drugs ينطي فترة تسبوعين يلله يرجع يفحص مرتل ينطي الاوكي للعملية طبعا هذا الرقم 160 عالمية انا اعتبره high الى حد ما يعني احنا صراحة الاطباء التقدير ما يقضون الى حد ما بهذا الرقم يعني يريدون انه ينزلوا اكثر قبل يعني يشتغلون الكيس فهنا يعني فتش يعني from personal experience patient عندها endgina مو كل شوى control لازم اهمينا ادز على cardiologist خصوصا البيتابلوكر البيتابلوكر من الاشياء اللي يعني لازم تعرفون تفيد معلوم عليها انه ابد لا تقطعون بيتابلوكر من المريض اذا مريض دياخد بيتابلوكر فترة طويلة ابد ما تقطع البيتابلوكر suddenly ليش لانه تسبب يعني reflex الرذمي احتمال فلذلك السبب لازم نخلي بان انه منك البيتابلوكر بشكل عام ال Long Term Cardiac Medications should be Continued بزيان يعني ال Ace Inhibitors على سبيل المثال او ال ARBs ال Angiotensin Receptor Blockers هذان عادة they are omitted 24 ساعة قبل العملية وبعدين وراها رجعها ورا العملية ال Ace Inhibitors وال ARB مزيان لشوية تأثيراتهم على الانستيزيا يعني شوية فبالتالي احنا ليش ده نخلي هذا الشيء قبل 24 ساعة ما يأخذ البيتابلوكر 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 يقول البيتابلوكر صار عنده MI ورادي يسوي عملية بعدين يعني elective surgery وطبعا هنا نشوف هذا دائم يعني احنا ذاكر يوم شفنا كيس وكيساته هواية صبعا مثلا MI ومسوي لأسلا كابتش جيدا يعني وجايا على موض سباين سيرجري فبالتالي اشقد انه نحن نقدر طبعا الكابتش نحن وقت اقدر اسوي مثلا عملية مع المرارة عملية مع الغد عملية مع الكادر شوكت اقدر اسوي لألكتف سيرجوري اسوي هي وراء ثلاث الى ستة اشهر حتى نقلل من risk of perioperative infarction نزين عند المريض نخلي هذا الشي ابان نزين البيتابلوكر عند الارثمية لازم ادزل طبيب مختص حتى يعني شوف الارثمية يريد الارثمية مثلا مثلا af beta blockers ديجوكسن او calcium channel blockers يجب ان يبدأ preoperatively حتى يعني control the rate and possibly the rhythm لانه نحن احنا 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 انه ان شاء الله سنت له نوبال atrial fibrillation احنا عدنا rate control وعدنا rhythm تعتمد على المريض وتعتمد على حالة المريض cardiac output can increase by 15% اذا رجعنا sinus ردم لذلك السبب شوفوا نسبة كبيرة جدا 15% اذا يرجع sinus ردم لذلك لازم اعجد ردم قبل العمل جواعة atrial fibrillation لانه atria they contract بطريقة they are fibrillating مو contracting في يجمع الدم هناك it will pull ويصير كلوتات وممكن اشي يسوي يسوي imply ولذلك سبجمعة ال-AF لازم ياخذون يعني blood thinners لازم ياخذون blood thinners فعادة الwarfarin اللي من الممكن انه ينطول ال-patients اللي يعدهم AF it should be stopped 5 days pre-operatively مزيلا حتى نحصل على international normalizer و-INR 1.5 او اقل 1.5 INR يعتبر good safe for most surgeons لانه اذا ال-INR فوق الواحد ونص راح يصير bleeding ادنى بالعملية زين احنا مطين warfarin زين implanted pacemaker وcardiac defibrillator يجون عندهم مثلا يقول انا حاط pacemaker عند ردمية عند heart block عند whatever اي indication انه حاط pacemaker او حاط cardiac defibrillator وهنا المشكلة وين المشكلة انه الادوات اللي نستخدمها بالعملية مثل diathermy اللي هو monopolar diathermy ممكن انه يعني لهاي كهرباء فمن الممكن انه يتلاعب بالكهربائية مالي بجهاز زين فبالتالي من الممكن انه ال pacemaker يحس انه هاي المونوبولار diathermy يحس كأنه ما صار عند المريض ventricular fibroblation فيقوم يضطي ضربها وممكن يحول الى fibroblation وهذا خد شي خطر طبعا ولذلك السبب ال pacemaker او المفروض انه خلال فترة العملية يطف لان احنا اصلا حاطين المريض على ECG واني اصلا اراقب ال heart ما للبيض واي مشكلة اللي تصير هاني راح تعمليها داركت لما احتاج الى pacemaker صار fibroblation اعطي DC shock وخلاص اما انه يسمونه ventricle paste not sensed with no response to sensing يعني بس انه pacing ما العلاقة يعني ما راح يتحسس بايش يعني ما راح يتحسس بايش يعني اذا صار حتى عند fibroblation ما راح يتحسس بي يعني وما اي response لل sensing او يسمونه VOO mode طبعا البي polar should be available والافضل من المون polar هو البي polar طبعا البي polar مثل ما حش الدائرة مالت مغلقة زين فبتالي ما راح يروح ويأثر على يعني system زين المون polar راح نحن لازم نخلي earth جو المريض حتى لما يفوت التيار كهرباء يطلع من earth زين وحتي نها بالمحاضرات السابقة زين بغض يعني بشكل كلش بسيط لازم يندز المريض يعني الاب القلبية واللي بدوره احتمال راح يدز الى جراح قلب حتى يشوف هذا من الممكن انه يعني هل هو سيفير هل هو مو كل سيفير هل راح يستفاد انه يسوي مثلا هل البيشنط راح يستفاد من انه احنا نسوي مثلا الفالولو بلاستي او whatever مزين فانقلي هاي الاشياء بان طبعا البيشنط اللي حاطين هارد فالف اكو طبعا انواع من الفالفات يعني التبديل ما نصمم بانواع اكو فالشي سمونا بايولوجيكال اللي هو يعني قد ياخذوها يعني من البقر او قد ياخذوها حتى من الخنازير في بعض الحالات مزين اللي يسمونها بوفاين او بورسين هذان الفالفات هلنا بايولوجيكال يعني معاملة بطريقة بحيث هي بايولوجيكال بحيث المريض من ياخذها ما اكو رزك انه يصير عنده يعني أو يصير عنده مثلا قلوتس عليها وبالتالي يصير عنده امبلاي فاللي ادهم صمامات بايولوجيكال ما يحتاجون ان ياخذون عادة بلوت تينار مثل الوارفارين ورا العملين بس اكو مرضة يسولهم او التبديل ما صماماتهم يكون ميكانيكال مو بايولوجيكال يعني هو ميكانيكي طوبة يعني اكو باي ليفلت فالف او اكو بول اند سوكت هو ميكانيكيات يعني بيها بارتات ميكانيكية فهنا ممكن الدم يجمع حواليها وبالتالي من الممكن ان يصير وانه يصير بعدين امبلاي ولذلك السبب هذول المرضى اللي يعطهم ميكانيكال هارد راح ياخذون وارفاري مثل جمعة الاف وبالتالي هم من الوارفاري needs to stop for five days before surgery بحيث انه ال-INR falls below 1.5 نزين اوكي ولا يعني اللي هو ال-activated partial thromboplastin time should be monitored to keep it 1.5 times times the normal نزين في عدنا ال-INR below 1.5 او ال-APTT اللي هو activated partial thromboplastin time we should keep it 1.5 times the normal نزين يعني ال-infusions don't stop two hours before surgery بشكل عام فإحنا يعني خلي ببنة انه ال-warfarin should stop five days before operation نزين نقلي هذا الشيء ايضا into our minds patient عند انيميا طبعا الانيميا لازم اشوف شنو السبب مع الانيميا نزين لازم اعالج الانيميا احدا من الاشياء الغريبة اللي لحظتها بالكتاب انه chronic انيميا is well tolerated in the perioperative period يعني patient اللي عند انيميا فترة طويلة الجسم متعود على الانيميا وبالتالي التأثيرات مع العملية ما راح كل شيء يعني الperioperative period قبل العملية وبعد العملية ما راح يتأثر حوالي تعتبر الى حد ما طبعا well tolerated زياني بس يعني احد 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 لذلك لازم ياخذ preoperative transfusion مزيان اوكي اذا انا اذا اتوقع انه الperioperative راح يصير مرات شو نسوي قبل فترة من العملية يسمون group and save يعني ياخذون من المريض اوكي grouping ويعني group and save sell saver مزيان اوكي ف مو بس انه قبل العملية وانما حتى خلال العملية اكثر شيء يسمونه sell saver ياخذ الدم وعدين الرجع للمريض اوكي طبعا اكيد يعني اضافتين لهذا الشيء لازم اني اسوي للpatient type and cross match حتى اتعامل وي لبليدنج اذا صار اوكي patient صار عند رسبارتري ديزيز نيمونيا مدري شنو من هاي الاشياء طبعا لازم انه تتعالج اوكي patient عند مثل ما قلنا الpreoperative chest radiograph او حتى مرات CT scan الpatient اللي عد COPD او امفزيما او بلي او يعني pulmonary CA او metastasis او fusion او TB او whatever من هاي الاشياء فالpatient طبعا المشاكل الrespiratory او الrespiratory system هذا ما راح تفهمه لانه انتو مفرض انه هذا مفرض انه ورا صفراب ينهي هذا الحاج مثلا انه احنا اذا عدنا مريض l-FEV1 multi okay force expiratory volume 1 less than 30% of the predicted value طبعا هاي l-FEV1 احنا عدنا يعني شارتات خاصة بالage وبالweight وبالheight مالpatient هاي اعتبرت يعني انه الpatient ماذا يقدر انه يطلع اصلا هو patient عنده p-a-o-2 قليل sp-o-2 قليل p-a-c-o-2 عالي مازلين هذا عنده رزق المريض انه يدخل ب frank respiratory failure بالpost operative period مازلين okay patient اصلا هو ياخذ oxygen therapy نتيجة انه يعني عند c-o-pedia وعند lung malignancy او whatever فنحن لازم نخلي هذا شي بان الpatient should continue the use of their regular inhalers لاحد ما يبدون الانسيز مثلا خصوصا جماعة الازمة يبقون يستخدم بخاخات معنا من مشكلة مرات الpatients brittle asthmatics يعني شنو brittle asthmatics يعني brittle يعني هذا الpatients اللي من انه بس نفض وفات شي اما رأسا صار عند attack of asthma يعني الpatients يتحسس وصار عند asthma episodes هذا طبعا الpatients يحتاج الى steroid cover اكثر طبعا we should encourage the patient to be compliant with the medications okay they should stop smoking prior to the operation balanced diet نحاول قدر استخدم regional anesthetic techniques يعني اذا الpatients عند severe respiratory illness ما ريد انه استخدم لتوب وانطي general anesthesia حاول انه مثلا anti spinal anti regional whatever elective surgery should be postponed عند اي acute exacerbation of asthma of COPD of whatever of TB of any infection المفروض انه should be postponed until acute exacerbations are treated نحاول انه حاول الى respiratory physician طبعا لمن اكو severe disease او deterioration دي صير او انه اي major surgery is planned with patient عند significant respiratory morbidities عند right side heart failure لانه core pulmonary pulmonary hypertension pulmonary disorders بشكل عن فهو يجي بها المريض عند shortness of breath عند hepatomegaly tricuspid regurg مرمر يصير عند المريض ليش لانه chamber مع الهارت رح تتوسع فبالتالي روت مع tricuspid رح يتوسع وبالتالي يصير regurgitant يصير hepatomegaly يصير صراحة يعني هو يعني كلها رح تأخذوها بصف رابع المخروض يعني هذه اللكتور صراحة مفروض على الأقل واحد صف رابع يلا يحتوي لي ليش احتمال البيش انت يطلع alpha 1 antitripsin deficiency يطلع من الأمراض اللي هي يعني rare conditions regarding the respiratory system زي البيش من ناحية ال gastro intestinal system أولا المريض لازم يكون null by mouth زي ال null by mouth البيش يعني نقول لهم أن أن عادة الضما يجوا صائمين المفروب the night before الصباح مثلا patients are advised not to take solids within 6 hours و clear fluids within 2 hours before anesthesia to avoid the risk of acid aspiration syndrome اللي ممكن أنه يسبب للمنمونيا بعد ف if the surgery is delayed لاتخرة العملية ف oral intake of clear fluids should be allowed until 2 hours before surgery أو أن نبدل IV fluids مثلا children elderly diabetics ولي يعتبرون vulnerable group و patients can continue to take their specified routine of medications with sips of water حتى لو no per mouth يقول لك أن عندي dose of flan medication للطبيب الذي يكمل أخذ ه بس أنا المفروض أنه بالفترة الذي أصين بها فأخذ الدول أو لا أخذ الدول أخذ الدول عادي ما عندي مشكلة بس سأخذ with slight sips of water مو ه بعض المرضى يصبح regurgitation risk خصوصا هؤلاء المرضى هايتس hernia طبعا واحد من أهم الأسباب جيرد جيرد يعني gastrointestinal reflux disease obesity pregnancy diabetes فهذول يعتهم risk of pulmonary aspiration حتى لمن البل بي مو قبل العملية لذلك السبب ننطيهم ممكن antacids أو ننطيهم H2 receptor blocks مثل rhenitidine أو proton pump inhibitors مثل omeprazole pantaprazole isomeprazole هذان هذان they may be given preoperative period حتى يقللون من risk of what من risk of jad المرضى اللي عدهم liver disease لازم يعرف شنو اللي سبب عدهم liver disease لأنه احتمال نزيل فعني الpatient لازم عرف انه liver function test ما تشوان liver disease ما هو شنو بالضبط نزيل هذان النقطة هل اكو acute condition بالliver مثل patient عند ascending cholangitis patient عند hepatitis خماجي اشتغل خلي الpatient elective surgery عندي خلاص خلي تنتظر نزيل لحد ما acute episodes هس تلض بعدين نشتغل فال to be performed بالliver disease والliver function test واضافتين الى ذلك اشياء اخرى بالcoagulation profile وحتى مرات vitamin k levels وإلى آخر نزيل رينal disease يعني اذا اجي يوريا وكرياتين عاليات يعني الالكتروليتي profile مالت مو تمام ازيز على arterial بلد قاس يشوف عند acidosis لازم نخلي هاي بالي appropriate measures to treat acidosis hypo calcemia hyperkalemia اذا كانت اكثر من يعني 6 mili per litre الpatient in renal failure هتعرف ال renal failure of renal failure of chronic renal dysfunction زين هلو acute low chronic زين اكو ادوية من الممكن المال انسيز يعني ما استخدم ها بال renal failure او renal dysfunction لولا كلها لازم خلي البان ال patient هل يحتاج انه يسوي le hemodialysis لولا طبعا عادة انهم عندهم مرينا failure ممكن انسوي le hemodialysis until few hours before surgery مزي 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 يعني they should continue their hemodialysis لحد قبل كم ساعة من العمل ورا الفاين al dialysis a blood sample should be sent ورا القراءة الاخيرة مالت ورا الغسلة الاخيرة مال blood هي القراءة الموجودة اللي طبعا يعني cbc ويوريا وelektrolyze مزي 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 ممكن يجون عندهم chronic microstatic anemia عادة ها يتكون well tolerated مزي و يعني سي واحد يجي يقول chronic renal failure هل راح يحتاج إلى preoperative blood transfusion عادة it's not necessary لأنه حتى لو عند anemia وعند renal failure وanemia يعني الانemia يعتبروها well tolerated لأحد لذلك يقولون preoperative blood transfusion بذلك مرضى it's often not necessary والمال nutrition واحدة من النقاط المهمة أيضا المال nutrition من أجي أباوة patient bmi جوال 15 يعني كلش severely thin هذا طبعا associated with significant mortality لذلك المريض لازم يحتاج إلى nutritional support أقل شي في الأسبوع قبل surgery حتى يصير هذا nutritional system الجديد يلاحق أنه it has an impact on the morbidity of the patient okay خلي هذا الشي ابن l-obesity l-obesity نفس شي لاني عندي أكثر 35 it's associated with increased risk of post operative complications لذلك أكو evidence it suggests that the patient outcomes من الممكن أن تتحسن لما نقالي مثلا هو morbid obesity فوق ال-40 فوق 35 خلي ال-BMI خلي بالي أنه مثلا patient ممكن أنه ننطي حتى أقل من sleep apnea continue as positive airway pressure preoperatively cholesterol malting if possible surgery should be delayed until the patient is more active and has lost weight وإذا لا لازم استخدم لل prophylactic measures هذا المريض يصبح عند احتمال risk of aspiration لازم استخدم measures for acid aspiration prophylaxis risk of thrombosis risk of DVT فبالتالي لازم استخدم measures of DVT يعني دعني نقول measures اللي تقلل من risk of thrombosis وطبعا اكيد risk should be explained prior to the surgery ال-patients اللي عندهم دية اكيد لازم يعني يعني قيد في ال-HBA ونس حتى اشوف اش قد ال-control مالدية من خلال الثلاث اشهر الماضية اكيد ممكن نجز على يعني blood sugar اعتيادي ال-diabetes هو مرض مزمن ومرض طويل ومرض ميحس بي المريض فاني لازم يضرب ويضرب هواي سيستمات يعني diabetes راح تاخدوه ان شاء الله سنت اللغ يضرب مثلا visual system ممكن يضرب ال-ratina يسوي diabetik keratinopathy ممكن يضرب peripheral nerves أو autonomic nerves ممكن يسوي diabetic يعني neuropathy ومن الممكن patient تنضرب بعد الكيدني اوكي فدائما tecnafropathy لذلك السبب لازم افحص هبني الاعضاء واشوف ال-diabetes شنون اللي مسوي بالضبط مو فقط انه اكتفي بال- blood glucose level وال-HPA1C طبعا for elective surgery ال-HPA1C اذا يكون اقل من 69 مليمول طبعا هذا المليمول يعني هو فشي جديد بس يعني وحدة جديد احنا عادة ال-HPA1C نقيسة بالنسبة المائوية و69 مليمول يعادل تقريبا 8 يعني بالمية اوكي وشيز يعني high ك-HPA1C ف نخلي هذا الشي او مثلا بغنقول بالمليمول يعادل 10 او مثلا بغنقول بالمليكرام مليكرام 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 ممكن يعادل 200 اوكي ك- blood sugar measurement بغض النظر ال-HPA1C ال-HPA1C قاسية اما بالنسبة او بالنسبة المائوية يعني او بالمليمول يعني هذا الحاجة يسابتوا تشوفو يدوغ بس هو بالحقيقة بصفر عبد راح تاخدوه بالمحاضرات يعني او منتقرون ال-Diabetes chapter Davidson ان شاء الله مزين ف ال-Patients اللي عندهم blood sugar they should be controlled مزين وفي البداية ذول المرضى يكونون first on the operating list يعني ما خليهم ينتظرون and if the operation is in the morning يعني عادة انه يومت the morning يعني of insulin مثلا ولا breakfast ونشيكها two hourly طبعا اكو ناس يسمون او يسمون فتش يسمون sliding scale sliding scale هو انه انا اقيس blood sugar مع المريض وانطي ال-insulin على قد ما يصحح ال-blood sugar اقيس ال-blood sugar مثلا كل ساعتين او كل ثلاث ساعت وانطي ال-insulin لحد ما يصحح لل-level بس مزين اوكي فنخلي هذا الشيء فمن الممكن انه sliding scale should be started for insulin dependent diabetes okay whom are undergoing major surgery or if the blood sugar is difficult to control يعني for other reasons وخواه من المرضى احنا نشوفهم همه difficult يعني to control مزين ك blood sugar coagulation disorders مثلا patient عدهم thrombofilia يطلع بالعائلة patient عدهم family history of bleeding هو المريض اصلا عند bleeding disorder فلازم انطيهم thrombo prophylaxis زيان حتى لي صرعتهم clotting during operation بهم الادوية منع الحمل اكو بها انواع عديدة جدا راح تاخدوه ان شاء الله بصالخامس من ضمن الprogesterone only contraceptive pills هاي ما تأثر ممكن انه can be continued بس الestrogen containing oral contraceptive pills الcombined اللي نسميها زيان او الهوروان replacement لا هنا لازم تنقطع شهر قبل العمل شهر مسبوعين شهر قبل العمل طبعا اكو رزق للمرضى انه يصير عدهم thrombosis ويصير عدهم DBTS الريزق طبعا هاي كلش مهم انه تشوفوها خاف يعني تجي بالامسيك الpatients لما يكون العمر اكثر من 60 سنة يكون عندها رزق اوعدها رزق يس لما بشكل عام يعني لما يكون بالابدومن بالبالبس باللاور للمز يتكون اكثر رزق انه يصير DBT اكثر وغيرها انستيزيا اكثر من 90 دقيقة patient نايم mobility for more than three days طبعا هاي كلها هذا كلها حتش صراح نحش انه شون منع pregnancy او بشكل عام هي الحمل وفترة ما بعد الحمل هي عبارة hyper يأخذون estrogen contraceptives او smoking cancer او بشكل عام او يعني family history of thrombosis مثلا anti-thrombothory deficiency protein c protein s deficiencies هاي كلها ممكن انه تزيد الرسكوف يعني thrombosis وDBT شوان انه قليل الDBT اذا طبعا هذا السؤال ينسألهم عليها صف سادس وائ جدا كل شوان يعني انه احتمال anti-lo-molecular weight heparin زي اولا يعني pharmacological treat الابس المريض stocking compression stocking زي اقلل time for operative time لان تقليل operative time هو شيء مهم جدا 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 زي لهذا نشوف انه الpatient انسيز اللي تكون اكثر من 90 دقيقة رح يزيد الرسك of thrombosis زي واضافة الى ذلك early mobilization after surgery فهذه الاربع نقاط انه يام pharmacological by using low molecular weight heparin لابس المريض compression stocking زي during the operation قد يكون pneumatic قد يكون compression stocking وانه اقلل operative time وانه شنو امشي الpatient من وكت اللي طبعا هفشي رح تاخده ان شاء الله سنت اللق بالجراحة يسمونها الـ enhanced recovery after surgery زي اللي هو من اهم نقاطه early mobilization and early feeding of the patient زي patients اللي عندهم neurological او psychiatric disorder يعني patient مثلا صار عند cva فهذا اكيد اللي ياخذ antiplatelet او anti-coagulant طبعا antiplatelet anti-coagulant مثلا 5 days قبل العمل اللي همثل يعني هنقول الwarfaring الantiplatelet agents اللي هي مثل الاسبران او الكلopidogrel الاسبران ينقطع قبل اسبوع من العملية الكلopidogrel او الplavix ينقطع قبل 10 ايام من العملية اكو بعض المرضى يكون عندهم thrombosis رسك عالية في ذلك السبب ممكن ان الاسبران alone يجب يكون طبعا هذا قرار يعتمد على الطبيب التخدير والطبيب البطني المرضى اللي ياخذون anti-convulsants المرضى اللي ياخذون ليثيوم هذولي لازم نخليها بالنا اللي ياخذون tricyclic antidepressants او monoamide oxidase inhibitors يهدرني احتمال they interact with anesthetic medications عزي عادة they should be continued depending on what depending on the physician اللي هو الانستيزيولوج قلنا الروماتو الارثريتس من الاشياء المهمة اللي نسأل عليها ليش لانه during intubation ما اكدر اكستنشن للهات خاف بالشيلة وبالحطة ما البيشنت ما اقدر انه عاملة معاملة اعتيادية لازم اكون كلش كلش gentle with the patient لان هذا اكو cervical spinal instability فممكن انه يعني يعني اصير اكو spinal cord injury وينتهي البيشنت ببراوس اكو حالة من الحالات اللي يعني راح تاخد وصف عمس اللي يسم انكلوزنج spondylitis انكلوزنج spondylitis واحدة من المشاكل مالته هو انه اذا اريد اتشك بالباك بامبو appearance بامبو sign يسموها انكلوزنج spondylitis يعني اكو انكلوس بال spain يعني اكو fusion دي يصير بتاري صعب جدا انه يدخل spinal او epidural anesthesia it's challenging حتى الpatients اللي عندهم SLE اللي طبعا بيه هواي اشياء مو فقط يعني هو ما يعتبر من المسكيل سكلت دي سورد دي ملتي سيستم دي سورد الس دي أو system arythematosus هذو اللي دي مي اكزيب احيبر coagul state along with airway difficulties طبعا الairway assessment احنا نخلي اللي يعتمد على fidd score يسمي الملانباتي score الملانباتي score اولا عندنا classes اولا الclass one هو complete visualization of the soft palette يعني هنسد احتي على soft palette class 2 لا يعني مو soft palette زي نخلي نقول اللي احنا دنشوف لا اكو complete visualization طبعا هنا احتي نقول soft palette واليوفيلا وكل شي مزين هنا لا بس soft palette وجزء من اليوفيلا مزين class 3 لا او يعني خنقول سوري انه بس جزء من اليوفيلا الclass 3 لا اصلا بس الbase of the uve مزين اوكي فاذا اليوفيلا والsoft palette هنا بس tip او جزء من اليوفيلا طاير اوكي فده نقدر نشوف اليوفيلا وبقية soft palette هنا لا مدين نقدر نشوف بس base of the uve و هنا class 4 اصلا مدين نقدر نشوف حتى الرمن هذا مع soft palette اما class 1 اليوفيلا واضح والsoft palette واضح والpillars امينا واضحة tonsillar pillars هنا انا ما اكو pillars وا اكو جزء طائر من اليوفيلا بس اقدر اشوف soft palette انا بس soft palette انا اشوف اليوفيلا بس base of the uve انا حتى soft palette اقدر اشوف الي والclass طبعا كل ما يمشي بالclass اكثر كل ما يكون difficult intubation اكثر شون الpatient factors that predisposes to high risk of morbidity and mortality طبعا مثل ما احنا صعنا ساعد ان احتي هذا الحاج مثل الpatient لدي cardiorespiratory illness MI COPD stroke vascular disease عمر اكثر من 70 سنة extensive surgery for carcinoma مثلا اكو hemodynamic instability عند المريض massive blood loss septicemia اكو positive blood culture اكو septic focus عند المريض respiratory failure PAO2 قليل FIO2 طبعا FIO2 functional يعني fractionated فهم بالmechanical ventilation اكثر من 48 ساعة renal failure يوريا عالية كرياتين عالية هاي الاشياء خاف تجيكم بالمسي ما تقعدون تعددوها وتحفظوها وتدرخوها لا طبعا طبعا اكو surgery specific estimates كان يكو high risk surgeries اللي هو l-aorta major vascular surgery او a-urgent body cavity surgery ال-intermediate اللي هو l-endovascular aneurysm head and neck neurosurgery arthroplasty من سبيل orthopedics l-eurology l-active pulmonary surgeries اللي هو رسك اللي هو breast thyroid eye orthopedic surgery gynecological ولا هو gynecological هي مو كلش low risk صراحة reconstructive surgery plastic يعني مزين minor orthopedic يعني الفrakturات البسيطة يعني arthroscopy minor urology مثل scope وغيرها يعني ما تعتبر يعني تعتبر لو رسك ذلك cardiac risk ذلك practical approach to the care of the high-risk patient no we should identify a high-risk patient عن طريق الhistory examination investigations we assess the level of the risk shown we assess the level of the risk عن طريق l-ASA اللي هو l-american society of anesthesiology grade وعلي بها mortality ذلك percentage 30-day mortality percentage او ASA grade 1 mortality 0.1% grade 2 ليه mild system of the disease اسمع 0.7% grade 3 رح يطفر الى 3.5% له severe system of the disease اكو functional limitation للpatient اسمع عند constant threat to life بنا المريض grade 4 لا severe disease وعند threat to life patient عندنا نقول arrhythmia patient constantly threatening his life مزين mortality rate 18.3 اما 5 ASA grade اللي هو moribund patient unlikely to survive يعني 24 hours سواء with or without the operation فهي mortality rate عالي مزين الemergency operations ما تتطبق عليها l-ASA يعني هذا ينكتب E ASA لما patient جاي مدعوم patient جاي مضرب طلقة يعني سواء ما يطبق عليها l-ASA score فليبعلك ما محسوبات immortality ولا هم بس emergency operation فإذن we identify the high risk patient we assess the level of the risk and detailed preoperative assessment history examination investigation وانحل المساء adequate resuscitation we optimize the medical management we want to identify underlying surgical problem و immediately and definitively treat the underlying problems we consider the admission to a critical care facility post operatively إذا كان كل بدي يتحمل لازم يخلي بال يعني مثلا هذا المريض لما راح اشتغل لازم المستشفى ماتي بها ICU أو بها RCU فهاية كانت الطعام 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 بورين I know يعني I tried انه خلي يعني interactive as much as possible فإن شاء الله I'll see you in the next lecture